كنت رحب بحرككم من جديد في الحياة الإقبال الكبير والمفاجئ وغير المسبوق على المشاركة في التصويت في السباق الرئاسي في التلات يام اللي فاتوا يعني كان بيقول رسالة واحدة بس بيقول إن المصريين عندهم وعي وعندهم إحساس كبير بأهمية هذه الانتخابات عندهم أيضا إصرار على إن هم يقفوا خلف الدولة المصرية في كل مشاريعها ومتأكدين على إن الدولة المصرية هتكون موجودة في ظل كافة التحديات سواء الإقليمية أو الدولية اللي موجودة في الوقت الراهل صحيح إن كدنا تفاصيل كتير جدا محتاجين نروح مع حضراتكم ونعرفها معنا نورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر دكتور باسل عاد المؤسس ورئيس كتلة الحوار صباح الخير على حضرتك نورنا في صباح الخير يا مصر صباح النور أهلا بحضرتك أهلا بك يا مصطفى صديقي العزيز أهلا بحضرتك خيريا نقول إنه على مدار الثلاثة يام اللي فاتوا الإقبال على التصويت من قبل مصريين كان يعني غير مسبوق وفاق التوقعات الحية المصريين بالفعل نزلوا وكانوا حرصين إن هم يكونوا موجودين وإن هم يضلوا بأصواتهم مش بس حد يقعد يتكلم أو ينظر على مواقع التواصل أو حتى الناس اللي كانت بتقعد تزايد على فكرة ما هي محسومة هي الحاجات بقى اللي بنقعد نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي مصريين فعلا نزلوا راحوا كل واحد صوت حسب البرنامج الانتخابي اللي هو اقتنع به شايف حضرتك هذا المشهد ازاي على مدارة بالفعل الثلاثة ايام كان الإقبال غير مسبوق شوف حراك المشهد تحول بالنسبة لي أنا كسياسي بقالي سنين إلى مشهد مبهج جدا وسياسي بامتياز لأنه الحقيقة احنا بقالنا أنا بشكل شخصي بقالي عشرين سنة نفسي أشوف مشهد زي ده في حالة الانتخابات طبعا نزول غير اعتيادي يعني مصر لم تعتاد في انتخابات رئاسة الجمهورية هذه الكسافة وهذا التنظيم والانتظام على مصار الثلاثة ايام يعني احنا كان ممكن نلاقي أول ساعتين ثلاثة فأول يوم كسافة كبيرة جدا وبعدين اللي جان تبقى فاضية انبارح اللي جان بتقفل أبوابها وفي ناس جوه المقرات الانتخابية عايزين يدلوا بأصواتهم فطبعا يعني اقبال غير مسبوق وكسافة غير عادية ومتعددة ايه مميزات الاقبال ده أولا تعدد العمري يعني متكلمي في الشيوخ وشباب وعمره متوسط وناس لسه يدوبك متسجلة 19 و18 سنة لسه متسجلين طبعا المرأة اللي موجودة المرأة الريفية المرأة اللي في الحضر حتى الاطفال الصغيرين اللي راحوا مع أهليهم عشان يشوفوا المناسبة الانتخابية دي فالتعدد ده مهم كمان الفئات الاجتماعية المختلفة يعني شفنا الطبقة المتوسطة والطبقة العليا والطبقة الفقيرة كل طبقات مصر موجودة في الانتخابات فالحقيقة النسيج المرأة دي مبهر فيه تعدده وشكله وانتظامه اللي حصل ده الحقيقة حدث سياسي مهم جدا ولو العصر السياسي ده ما تعملش فيه حاجة غير اننا نشوف انتخابات رئاسية بهذه الكسافة وبهذه العمق أو بهذا العمق وهذه التعددية الرهيبة دي مسألة مهمة جدا اللي حصل كمان انه شفنا تنافسات حزبية يعني احنا عندنا تلت أحزاب خاصين بالمرشحين وانس حزن عمر الشعب الجمهوري الساس فريد المصر الديمقراطي حزب الوفد دكتور عبد السند وطبعا سيادة الرئيس لانه بحكم موقعه مش موجود في حزب لكن فيه احزاب بتأيد الدولة فشوفنا على اقل الساحة السياسية الحزبية بيتنافس فيها سبع تمن احزاب بشكل مباشر تشايفهم بعينه هو ده اللي انا عايز اسأل حضرتك فيها دكتور باس يعني بعيدا عن مشاكة المصريين انا النهاردة هتكلم عن حياة السياسية المصرية من بعد حالة الحوار الوطني اللي انت حضرتك كنت مشارك فيها وباعتبار ان الانتخابات الرئاسية هي محطة من ضمن محطات كثيرة جدا حبا فيها اشكال ديمقراطية متعددة احنا كسبنا ايه سياسيا وحسبيا لا كسبنا كتير الحياة اول حاجة يا استاذ مصطفى انتظام المصار الرئيس طلع في افطار الاسرة المصرية قال انا عايز اعمل اصلاح سياسي تأخر كثيرا الناس قالت ده كلام شوية ولقينا الحوار الوطني قالوا هيبقى تمثيلية لقينا كل المعارضين والاحزاب المعارضة بتكلموا منتهى الاريحي كله بيتكلم وبيطرح افكاره وكله موجود تمد الخط على استقامته تلاقي شركة قطاع خاص بتدي دقايق مجانية زي الشركة المتحدة لكل المرشحين تمد الخط على استقامته فتلاقي انتخابات رئاسية حزبية فالمصار السياسي ممتد ومتصل وفيه صدق وده شيء مهم جدا ده معناه انه الحياة الحزبية مقبلة على تطور واللي ما يقراش الخريطة السياسية اللي حصلت في التلات ايام دول عشر او احداشر واثناشر فايتوا كتير تطور ازاي يعني برلمانيا انا متصور انه خلاص مفترض ان يبقى عندنا احزاب فاعلة المجال مفتوح اتفتح للأحزاب السياسية الاحزاب عليها شغل بقى في الارض في الشارع وهي جربت انها تنزل ومحدش منحها يعني انا عايز اقولك احنا في قتلة الحوار انت عارف احنا لسه متشكلين من الحوار الوطني من رحم فعاليات الحوار الوطني احنا كنا بنتبنى مسألة المشاركة يعني ماكنش عندنا مرشح معين كنا بنشتغل على ان الناس تنزل احنا عملنا مؤتمر حاشد في الاقصر كان فيه رقم كبير من الناس وناس تانية مستانية برا والدولة سهلت وثابت المؤتمر وفعلت وده عمل سياسي الدولة بتفتح له الابواب فالاحزاب عليها عمل كبير جدا الفترة اللي جاية المسئولية بقت عليهم بقى الاول كنا بنقول المناخ مقفول السياسة مقفولة لا المسألة تفتحت انتخابات الرئاسة شاهدة علينا شغل وعلينا تنظيم علينا اوراق سياسية تتقدم علينا تفاعل مع الدولة علينا حالة حوار حقيقية اللي احنا يعني متبنيين فيها هذا الاسم انه تتفتح حالة الحوار يتبني جدار السقة ما بين المعارضة الدولة الاجهزة الامنية كل اطراف العملية السياسية اللي موجودة لازم نعيد بناء السقة بيننا وبين بعض ونثق في بعض وندي المساحات لبعض ونقدر مخاوفهمهم بعض يعني انا كسياسي مقدر جدا موقف الدولة فيما قبل في الفترة اللي فاتت قبل الحوار الوطني على مسألة انه فيه ارهاب وان انا عايز اوطد ارقان الدولة ووقف الدولة على حلها وعايز اهدي الشارع خارج من ثورتين وهبات شعبية كبيرة وانفلات وكل ده فكنت متفهم ده لغاية ما جات اللحظة اللي الدولة تصورت انه البناء التاني للدولة المصرية انه لازم يتبني على انفتاح سياسي ومشاركة مجتمعية حقيقية والناس كلها تبقى مشاركة في صنع القرار لان ده احنا دايما محتاجين وهي في الاخر بلدنا كلنا والناس لازم تشعر بتأثير مباشر في الحكم ومساعدة ليه عن طريق البرلمان عن طريق انتخابات رئاسية وهكذا طيب دكتور باسل كمان كان فيه مشهد الحقيقة يعني برضو يجب التوقف عنده الحقيقة من اول الحياد الايجابي لكل الجهات المعنية تاني حاجة فكرة التنظيم بقى نفسه يعني من اول الهيئة الوطنية للانتخابات اللي حتى يعني الاستجابة السريعة جدا لاقل ملحوظة يتم راستها واستجابة فورية وآنية لحد المتطوعين اللي موجودين في اللجان اللي فعلا بيساعدوا بقلبهم ومن اول يعني من اول دقيقة الصبح لغاية اخر اليوم خالص الحقيقة ودي انا عن تجربة شخصية انا شفت فعلا مساعدة الناس موجودة من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة مساعدة بشكل كبير جدا الناس موجودة بتروح على طول ففي مشهد متكامل فكرة حتى تنظيم الانتخابات دي يعني فكرة مش سهلة يعني هي محتاجة برضو تأهيل عشان اقدر ان انا اخرج الانتخابات بهذا الشكل طبعا احنا عندنا سبعة وستين مليون شخص في الهيئة الناخبة يعني مصر كانت منتظرة في التلات ايام سبعة وستين مليون ينزلوا في صناديق اقتراع مختلفة لجان مختلفة محافظات مختلفة فلو حضرتك بتتكلمي على التنظيم والدولة في حاجة فيها امتياز انها تستوعب احنا قد شعوب يعني الهيئة الناخبة بس قد شعوب متعددة في الدول اللي حوالينا اتنين مسألة حضور الهيئة الوطنية للانتخابات انا الاول مرة الاقي الهيئة الوطنية للانتخابات حاضرة بهذا الشكل المكثف بيانات على طول مؤتمرات الصحفية المتعددة على مدار اليوم الواحد بالزبط كذا مؤتمر صحفي فيه طمئنان الناس حاسة ان العملية فيتال حيوية يعني المشرفين والناس اللي بتنظم والناخبين الاعلان عن بيانات وعن مشاركات في المحافظات ما هو ده نوع من انواع الشفافية ما انا لو قاعد في بني سويف ما انا عارف الكلام اللي بتقال ده مظبوط ولا لا ما انا شايف بعيني فكل ما لقي ان المعلومة بتطابق الواقع كل ده ما بيأكد رؤية الناس وثقتهم في العملية الانتخابية طبعا مسألة التنظيم والجهات الادارية اللي نظمت انا شخصيا دخلت بعد ما عدينا يعني التوابير انا صوتي ما خدش تلت دقايق ما بين بتسلم البطاقة ما بين ما بين لغاية ما تدلي بصوتك وتخرجي فالتنظيم كمان كان غاية في الابهار الجهات الامنية كانت حاضرة للتأمين مش للتوجيه وده ما صار برضو كمان ما صار محترم جدا انا ما شفتش بعيني في دايرتي وانا عندي دايرة انتخابية وبتاع انتخاباتي يعني من زمان ما شفتش توجيهات حكومية ما شفتش اوتوبيسات حكومة ولا عربية حكومة ولا 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 اه في ناس منظمة نازلة ده شيء طبيعي وانا حبيته على فكرة يعني انا سعيد جدا جدا بمكينة الانتخابات اللي كانت موجودة من الاحزاب انا مبسوط ان الاحزاب عرفت تنزل الناس زمان كان دا قاصر على الاخوان وكنا نقول اصل الاخوان عندها مكانة انتخابية يعني ايه مكانة؟ يعني عنده حاجة منظم يقدر يروح يجيبه وعارف مكانه ياخده وينزله ويستلم منه الصوت ويروح ما حاجة كان بيوجه الناس لكن ان انا يبقى عندي مكينة سياسية بتحشد الناس وبتنزلهم ده شيء ايجابي وفي التلات ايام دول دول اول مكينة انتخابية مدنية انا بشوفها الباقي كان طيارات اسلام سياسي وبتحشد الناس برضو بمعنى عشان المعنى يكون واضح انهم يروحوا مش بيقولوا يصوتوا الحد ويروحوا على اساس فهم ووعي وقت ناعب البرنامج اللي هم راحين يصوتوله هو حضرتك طول ما الناخب في ايده قلم وفيه استارة ما هو بيعمل اللي هو عايزه مهما قلتله يعني الناس الناس في مصر وعيا يعني مهما قلتله هو في النهاية مستوعب المسألة شكلها ايه وفاهم كويس جدا هو راح يعمل ايه وعنده استارة بيقف وراه مهما جبتيه في اوتوبيس او في طرق منظمة هو في النهاية هيروح يقول صوت فالمشاهد الانتخابية الحقيقة مشاهد ايجابية جدا خلي بالحضرتك برضو وصديقي الاساس مصطفى الناس برضو شايفة اللي فيه البلد يعني مسألة الكرامة الوطنية حاضر الضغط اللي حصل علينا من كل العالم عشان قبول التهجير القصري وتصفية القضية الفلسطينية والدولة المصرية ورفض الرئيس السيسي ورفض الرئيس طبعا والدولة المصرية كانت حقت صد عنيف ومن اول لحظة ولو تفتكر كل المزايدات بتاع الزمان صفقة القرن وحنعمل وحنبيع سينة وطلع الكلام يعني قدام الناس كلها يعني كان الرد طبعا انا معاك جدا طبعا ما عندناش حد في البلد دي خاين لأي قضية على فك كل الناس اللي بتتولى ناس وطنية مخلصة رد الرئيس واستعابه اللحظي على فكرة قبل ما الناس تاخد بالها قوي بعمق الضغط كانت المؤتمرات الصحفية شاهدة وفيها كرامة وطنية والمصر يعمل فيه اي حاجة يعني زعالي في اي حاجة لكن تعالي زعالي في كرامة الوطنية لا يستنفر جدا وينزل ويقول انا بلدي وبلدي ليها سيادة انا هساند الدولة كل القصص دي مهمة القصة التانية المهمة انه البلد اتعامل فيها حاجات والناس عارفة تلمسها فيه شارع فيه محطة مية فيه مصنع فيه وسائل مواصلات فيه بنية لتوجيه الاستثمار فيه مناطق صناعية كثيرة فيه حاجات يعني اصلي في النهاية في كل واحد في محافظته عارف يلمس على الأقل انجازين تلاتة وبيمشي عليهم شايفهم ده دافع للنزول ان انا مش بس بس مع كلامة ففكرة ان انا ابقى شايف الانجاز دي بتديني حاجتين اولا الثقة فيما حدث والامل فيما هو قادم دي مسألة مهمة وده كان موجود كمان ان فيه تلات مرشحين بجد اذا كان فيه حملة انتخابية في منتهى العنف والشرص يعني حملة الاستاذ فريد زهران كانت شرسة جدا وبتقول كل اللي ممكن يتقاله وما يتقالش بيتقال فين بيتقال على التلفزيونات اللي بتبس على كل المصريين بمنتهى الاريحية الانفتاح ده مقدر من الناس يعني الناس بتقدر ان الدولة بتفتح الباب بجد وتسمع الاصوات بجد فدي احزاب حشدت وكل دي وجهات نظر يعني كان فيه اربع وجهات نظر في العملية الانتخابية الرئيس وحملته المؤيدة فريد زهران وحملته المعارضة الشرسة حزم عمر ورجل الدولة اللي بيثبت انه رجل دولة دكتور عبسند يمامها وحزب لي وافد بعركته يعني فعلا كان فيه كل اتجاه كل اتجاه سياسي كل حاجة من دي عندها جمهور كل ده ساهم في الحجد وفي الاخر الاحساس بالانفتاح السياسي والانفتاح الاعلامي اللي احنا بننادي به دايما اول ما ده حصل الناس فورا بتستجيب الناس بتسمع اشارات الدولة وتبص لها الاول بريبة اول ما تلاقي تطبيقات على الارض الناس تستجيب لانه عايز اقول حاجة استاذ مصطفى السياسة معدية قولي ان الناس معدية بالمعنى الجميل قولي للناس ان فيه حاجة جميلة هتحصل وطبق ده تلاقيهم فورا استجاب بصفتك يعني كنت نائب في مجلس الشعب فاختر فترة من عمر الوطن وانا فاكر ان كان لك مواقف وطنية قمة في الحياد وقمة في الوطنية يعني ما كانش لك دافع غير ان مصر تبقى حالة الاحتقان اللي كانت موجودة قبل كده في الانتخابات وفي العملية السياسية وحالة التخوين وحالة اللي بتوصل لسب ونوع من انواع التهديد بالقتل على شاشات تليفزيون في هذا الوقت صحيح وحالة السلام النفسي اللي كانت دايرة دلوقتي الديمقراطية زي ما يعني بمفهومها نقارن ما بين المشهدين ازاي يا ده سؤال عظيم يا أستاذ مصطفى فعلا مشهدين متنقدين اه كان فيه حجد في الانتخابات ايام الاخوان بس حجد محتقن جدا ومعادي لبعضه جدا وفيه حالة خوف كبير جدا على البلد وحالة يعني نهش للبلد من طيارات وعايزة تقودها وعايزة تسيطر اه لا كان فيه حالة عصبية مخيفة في الانتخابات اللي حالك بتكلم عليها في الفترة بتاعت 2012 الحالة اللي كانت موجودة انبارح حالة مبهجة بتعبر عن السلام الوطني وان الناس متحدة على البلد يعني ممكن تبقى مختلفة على المرشحين كل واحد هينزل يدي حد وحور لكن في النهاية الناس كانت متحدة على البلد حالة الاحتقان مش موجودة فيه اريحية وده لما سناف حركة الناس حوالين اللي جان اللي هي الحركة الهادية اللطيفة مفيش حتى مشاحنات مفيش حاجة مفيش ضغاء بين الناس حتى اللي نازل عنده طيار بيختاره هو بيختاره برحته بيتكلم مع باية الناس لا يعني الحقيقة فرق جبير والفرق ده استاذ مصطفى اللي حركة أشارت إليه هو من أهم الفروق اللي تحسب للقيادة السياسية حقيقي إن إحنا كنا فين وبقينا فين ما بين مشهد بغيد فيه احتقان وفيه تناحر وتهديد بالقتل وتهديد بالقتل ودعاوة صعبة جدا إلى مشهد مبهج واختيار وطني وأريحية وراحة وانت رايح اللي جان الفرق كبير جدا ممكن هي يعني كل مواطن لو سألته وهو وقف قدام لجنته نيته إيه أو هدفه إيه هو فعلا أنه خايف على بلده صحيح بأي أن كان بقى قراره إيه نشكر حضرك طبعا جزيل شكر دكتور باسل عاد المؤسس ورئيس كتلة الحوار نورتنا في صباح شكرا جزيل شكرا سيد مصطف شكرا جزيل